عالم الزراعة او ازرع تماطم معلقة او ازرع تماطم معلقة او ازرع تماطم العادية الارضية امام حضراتكم زرعة تماطم معلقة انتاجها اضعاف 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 تماطم الارضية وفي نفس الوقت عمرها بيكون طويل وبتقعد معي حسب العناية انا وحسب التربية والتقليم فيها ممكن تعدي معي سنة واكتر من سنة كل اللي عليها هو انا اطلب اشتال او بزور للزراعة المحمية مطلوبش الاشتال او البزور للزراعة العادية او اوبنفيلد او الزراعات الخارجية او البزور الارضية حسب ما كل واحد فينا بيسميها ونفس المعاملات انا في المنزل هعملها ولكن هنا هيفترق ان انا اربي النبات بتاعي اقلم النبات بتاعي ارتب النبات بتاعي واخليه ينمو الى الاعلى زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الانتاج على مدار العروة واكتر تقريبا يعني الزراعة دي زراعة منها يمكن بشهر سبعة ما شاء الله الانتاج ممتاز جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين ورابط الزراعة رابط زراعة الاشتال والتسميد والرأي والعناية بالنبات كل الفيديوهات موجودة على القناة اللي حابب من حضراتكم يخد التجربة او يقوم بنفس التجربة يقدر يدخل القناة ويشوف الفيديوهات الرأي الزراعة البزور وزراعة الاشتال والتسميد والرأي والعناية بالنبات التجربة ما شاء الله جميلة جدا جدا ممتازة زي ما حضراتكم شايفين انتاج غزير يعني انا اعتقد اللي عنده خمس ست زرعات زي كده يكفو ان هو ميع تكشي لطماطم ما شاء الله وضع ممتاز جدا جدا وتجربة جدا عجبتني كل عام وحضراتكم بخير نشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد من فيديوهات شهر رمضان وبقدر ان كانت تكون فيديوهات مختصرة وفيديوهات بسيطة ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة